ترجمة نانسي قنقر وقامت كل من سعادة السيد أسامة بن أحمد خلاف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لمقر السكن المؤقت الذي تم توفيره بهدف الإطمئنان على الأسر والتأكد من توفر جميع الاحتياجات الضرورية لإقامتهم كما جرى خلال الزيارة طمأنة الأسر بشأن توفير الدعم اللازم لهم لحين عودتهم لمساكنهم مرة أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتأمين المبنى كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة آثار الحريق في الشقق المتضاررة والمباني المشتركة بالمبنى السكني وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التنمية الاجتماعية قد شرعتا فور ورود بلاغ بوقوع حريق في المبنى السكني بمنطقة اللوزي بالتوجه إلى موقع الحادث مباشرة ومتبعة حالات الأسر المتضررة من الحريق واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق لتوفير سكن مؤقت لجميع الأسر القاطنة في المبنى ونقلهم إليها بصورة فورية إلى حين السماح لهم من قبل الجهات المختصة بالعودة إلى الشقق التي لم تشهد تضرورا اشتركوا في القناة